سمح لي يا مولانا أنا عندي سؤالين مرتبطين ببعض دلوقتي كلنا في شوق إن احنا نروح نعمل عمرة وفي شوق إن احنا نزور النبي عليه الصلاة والسلام فلما حد من أصحابنا أو رأيبنا بيسافر وبيروح فبنشوف ناس وهم بيطوفوا حوالين الكعبة فاتحين لايف على الموبايل وفي كل الأطواف ماشي بيوري الناس أو بيكلم عائلته في البيت أو بيكلم حد يوريهم أثناء تأدية الفريضة فالسؤال الأول هل ده يا صح؟ هو مخالف لما تربينا عليه من أدب لأن المطلوب في هذه الأماكن الخشوع والخلوة مع الله مش المطلوب إثبات الحالة فهذا خرج عن حد الأدب الخروج عن حد الأدب قد يكون حراما لما يكون يعني ثقيل كده وقد يكون مكروها وقد يكون يعني خلاف الأولى لكن بالجملة سواء ده أو ده أو ده فهو غير مطلوب غير مطلوب إن أنا أخرج من حالة الخشوع من أجل أن أخبر أحبائي في البلد ماذا أفعل وماذا أدعو وكذلك فأدعو وإلى آخري وفي نفس المشاعر أنا أشوش على غيري وهنا ندخل في الحرمة بقى حتى لو فعلها بشيء من الرقة واللين والبعد عن الناس وكذا فهي مكروها كراهية شديدة فما يفعله هؤلاء الناس نقدر نقول عليه خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى قال تعالى وقوموا لله قانتين حاجة تانية بقى إحنا بقى لما بنعرف أن حد رايح عمره بنبدأ نقول له ادعينا وانت هناك سلم لنا عن نبي عليه الصلاة والسلام فبيقوم فاتح فيديو معنا وموجه الفيديو للكعبة ويقول لنا ادعو بالدعوة اللي انتوا عايزينها هي اللي تأدب برضو هي اللي تأدب ولذلك يجب علينا أن نتأدب بأداب الإسلام وإنها لكبيرة إلا على الخاشين عايزين نرجع مرة تانية للخشوع لأنه هنعمل نفسيات طيبة